قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين القوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعل في شباب المسلمين من هم في عفة يوسف عليه السلام ويجعل في الأمة المسلمة من هم في عفو يوسف عليه السلام ويمكن للأمة المسلمة كما مكن لي يوسف عليه السلام النهاردة الحلقة رقم 19 وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما تعالوا نشوف يوسف عليه السلام وهو في السجن وما زال بيعاني ويعني بيكابد من ألم السجن ومرارة السجن والسجن زي بقوله سجن سجن ولو كان في حضيقة يعني في يوسف عليه السلام قال للرجل اللي هو الساقي اللي هو ظن أنه سينجو قال له اذكرنا عند ربك فإيه اللي حصل كانت المشكلة اللي حصل بسبب الموضوع دوت إن يوسف عليه السلام ظل في السجن بضع سنين تعالوا نشوف الآية وقال للذي ظن أنه مناجم منهما ذكرني عند ربك يعني عند الملك فأنساه الشيطان ذكرى ربي فلبثه اللي هو يوسف عليه السلام فلبث في السجن بضع سنين ناخد منها درسة حلو قوي إن الإنسان لو اتكل على إنسان ممكن يعني ممكن يضيع صح كده؟ يوسف عليه السلام لما اتكل على هذا الرجل إيه اللي حصل؟ اللي حصل لكن نسين إنما لو كان سأل المولى عز وجل أن يخرجه من السجن لأخرجه من السجن بفضل لأه ده درس كبير أو جميل جدا جدا بنتعلمه يبقى وقال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكرى ربه فلبث في السجن بضع سنين تعالوا نكمل بقى كيف خرج يوسف عليه السلام الله عز وجل كما قال عن نفسي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمني أحياناً يا جماعة يبقى الإنسان في مشكلة كبيرة جدا جدا وما يتخالش هيخرج منها إزاي لدرجة إنه ممكن يوصل لقناعة تامة جواه إنه ما فيش حل صح كده؟ مش ممكن فيه ناس أعادلوا أدام في دولتي بيقول لا أنا مشكلة بذات ما لاش حل ما فيش حاجة في الدنيا ما لاش حل لأن ربنا سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده نواصل عبادي أجمعين أي مشكلة لك في أي مكان وبأي شكل وبأي خدر قادر ربنا سبحانه وتعالى أنه يزيل كل بشاكلك وأنه رب إلا ينجيك من كل هم ومن غم اللهم نجي كل المسلمين من الهموم والغموم يا رب العالمين وفرج همهم أجمعين اللهم آمين قادر ربنا ليخلي حل مشكلتك الكبيرة أو الضخمة دي بأهون الأسباب وده اللي حصل سيدنا يوسف هيخرج من السجن بإيه يا جماعة؟ برؤية رؤية يشوفها الملك مين اللي خلى الملك يشوف الرؤية دي؟ الله ومين اللي خلى البطانة اللي حوالين الملك تعجز عن تأويل الرؤية؟ هو الله ومين اللي خلى يوسف يعلم هذه الرؤية أو تأويل الرؤية؟ هو الله سبحانه وتعالى والله غارب على أمره ولكن أكثر الناس اللي يعلمون الملك ينام فيرى رؤية فتفزعه فيمقيل البطانة بتاعته قولولي تأويل رؤية دي إيه؟ فحصل حاجة من الاتنين يا إما فعلا هم ما عارفوش قولوها يا إما عارفين تأويلها بس لقوا أنه تأويلها فيها حاجة تفسد مزاج الملك فمرضيش يقولوله لاحسن إئذيهم فقالوله أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين خطف لك المسألة جات إزاي؟ عشان تعرف والله غارب على أمره ولكن أكثر الناس اللي يعلمون من اللي خلى ساق الملك يتسجن مع يوسف عليه السلام ويشوف الرؤية في يوسف يؤوله الرؤية وتطلع رؤية صادقة والتأويل بتاعها صادق وبعدين الرجل يجرب سدك يوسف عليه السلام ويعرف أنه بفعل إنسان صادق جدا وإنسان طقي جدا وإنسان ورع وإن اللي قاله كله كلام صحيح وسليم فيروح يقول للملك بعد كده ده أنا أعرف واحد بيؤول رؤية زي الفل فيروح يؤول رؤية الملك فكون سبب خروج يوسف عليه السلام تعالوا نشوف إيه اللي حصل بالضبط بس بعد ما تصلها لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يا بسات يا أيها الماء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون الإمام بن كثير بيقول لك إن قالوا إن الملك كان قاعد على حفة النهر هو شف الرؤية كده شف المنام إنه كأنه قاعد على حفة النهر خرج من النهر ده سبع بقرات سمان ما شاء الله مليانين يعني وبدأوا يرتعوا في المراعي والخضر اللي حواليهم بدأ يأكلوا ويشربوا وبعدين فجأة طلع من نفس النهر سبع بقرات عجاف يعني جلده على العظم فقاعدوا يرتعوا برضه شوية وبعدين فجأة رحوا ميلين على السبع بقرات بقرات المليانين دولت ورحوا كلينهم فالملك أم من نومه مفزوع إزاي طيب سبع بقرات سمان يأكلوا هنا سبع عجاف معقولة السبع اللي هم الهزال دولت اللي جلده على العظم يأكلوا السبع لضخام دولت فالرؤية أفسعته رح نايم تاني رح شاف في المنام سبع سمبلات في عود واحد سبع سمبلات دولت مليانين وسبع سمبلات تانيين فاضيين يعني سبع سمبلات دولت خضر كده ومليانين والسبع سمبلات التانيين يابسات وفاضين خالص رحوا ميلين على السبع سمبلات الخضر رحوا وكلنهم فقام قال لا ده في حاجة مش طبيعية الطبيعي إن السبع بقرات السمان هم اللي يأكلوا السبع العجاف فاللي حصل العكس وبرضو السبع سمبلات اليابسات الخضر هم ممكن يتغلبوا عليهم لكن حصل العكس أكيد في حاجة مش طبيعية فرح مجمع بقى المنجمين والكهنة والعرفين والصحراء والحاشية والوزراء وقال لهم حد يأول الرؤية دي بأي طريقة سمعوا منه الرؤية فبصوا البعض وبعدين إيه زي ما تقول كده بإشارة ما بينهم بدأوا يحسوا إن رؤية دي حاجة من الاتنين يا شيء يؤذي الملك ويضايقه فمش لازم نأوله لإن لو أولناه هو فيه فعلا شيء مؤذي بس فيه شيء يعني ممكن يخلي الآزة ده من حوالي ستمحنا يعني ممكن نغير الواقع ده بس عايز اجتهات وهما ما يعرفوش الحل هما لو عرفوا تأول الرؤية فقط فدي مشكلة لإن تأول الرؤية فقط معناها حاجات إن فيه سبع سنين ما شاء الله يعني فيهم خير وسبع سنين بعدهم أجاف والدنيا هتبقى صعبة جدا ومجاعة فالخبر متعب فهم كمام معونش الحل طب نعمل إيه في السبع سنين العجاف فعندهمش حل فبالتالي لو أولوا الرؤية هيتعبوا نفسهم يا إما هم أصلا ما عرفوش تأويل الرؤية فراحوا ردين على الملك وقالوله إيه؟ بعد إشارة ما بينهم قالوا أضغاف وأحلام دي أحلام مختارطة ومضطربة كده يعني كأنه يعني إيه؟ هي كلام كده من تهويل الشيطان وخلاص وما نحن بقى وما نحن بتأويل الأحلام يعني برضو يعني إيه؟ في الأول قالوا أضغاف أحلام طب يعني أنتوا كده أفتيته وبعدين بعدها قالوا إيه؟ وما نحن بتأويل الأحلام طب لما هم أنت متعرفوش قلتوا ليه أضغاف أحلام هو لازم يفتي أخي بالك يعني أعرف زي ليه؟ لما كون أنت مثلا رايح شارع وبعدين بتسأل واحد بتقول له الشارع الفلاني فين؟ هو ما يعرفش قلتك تبش على طول وبعين تخش يمين قلتك بمرة والله كنت في مشوار وكنت باسأل على الشارع يقدر ربنا أن الشارع اللي أنا وقف فيه هو الشارع اللي أنا باسأل عنه فسألت واحد إلا شارع كذا فين لصباحك قال لي شايف حضرتك هناك كده عند المبنى العالي ده تلقوها قال لي مش عنده كده وعينخش يمين في شمال في مين في شمال وعلى طول هتلاقي ميدان يهو ده الشارع اللي هناك والله مشيت ماشي يوم لما تعدمت يعني وبعدين في الآخر واحد وصف للوصفة صحيحة فقال ليت هو نفس الشارع اللي كنت قف فيه قلت الله يسامحه يعني وقف بالك بس هو لازم يفتي يعني المهم إيه فهم قالوا إيه قالوا أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين لكن خد بالك بقى عايزة نقف وقف حلوة من حتى دي قبل ما ننخش على الآلة بعدها إن الملك يعني لما رأى الرؤية ديت كل ده كان بتقدير ربنا عشان ينجو سيدنا يوسف وكأن الرسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول يا يوسف عليه السلام كان من باب أولى بدل ما تقول الساقي اذكرني عند ربك كنت انت اتجهت إلي قلت يا رب نجيني كنت هنجيك لكن برضو هنجيك وبأهون وأي صريل أسباب اللي ما تخطرش على بالك هخلي الملك يرى رؤية والدنيا كلها تعجز عن تأويلها وخليك انت تعلم تأويلها عشان تنجو من السجن شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى عارف عملاز ايه؟ عارف موسى عليه السلام لما فرعون جاي وراه هو الجنود عايز يقتل هو ومن معه من المؤمنين قال أصحابه موسى إنا لمدركون قال كلا إنا معي ربي ساهدين تي فأت تعقيد فأوحين إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كله فرقن كالطوض العظيم بقى بعصايا موسى عليه السلام سينجو هو الجنود بأهون الأسباب وهي العصايا هي لشقة البحر قدرة المولى عز وجل يعني وعظمة المولى عز جل هي لشقة البحر قدرة العصايا دي ايه؟ خد بالأسباب يا موسى اضرب بس البحر بالعصايا كده والبحر ينشق نصين وهيصبح الأرض يابسة نشفة ولا فيها أي حاجة ومعاد عليك أنك ماشي في طريق عادي والبحر معمول زي الجبل كده وزي الجبل كده وأنت تعدي أول ما تعدي وفرعون وجنود يخشوا ينقلب عليهم البحر مرة تانية من الذي يسر كل هذا؟ أليس هو الله؟ أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواء يأجوج ومأجوج لما هيجوا في آخر الزمان ودي من عامات ساعة الكبرى ويفسدوا في الأرض ويأكلوا كل رب ويابس ومش يخلوا لأكل ولا شرب لدردنا يعدوا على بحيرة كاملة يشربوها في وجبة واحدة هيفسدوا الدنيا كلها ورغم ذلك ربنا يجعلها لكم وسيدنا عيسى بقى متحصن هو والمؤمنين في جبل الطور وعملين بيدعو وربنا يجعلها لك يأجوج ومأجوج اللي وصلوا درجة عالية جدا ربنا استدراجهم لأعلى درجات الاستدراج لدرجة إنهم إيه خلاص دوروا في الأرض ما لقوش بين قدمين موجودين في الأرض خلاص فقالوا قتلنا من في الأرض هيا نقتل من في السماء فيأخذونا الرماح بتاعتهم والسهام واضربوها في السماء في الهواء فتنزل شو بقى قمة الاستدراج فتنزل النشاب بتاعتهم الرماح والسهام بتاعتهم تنزل مخضبة بالدماء فيأخذونا قتلنا من في السماء ربنا استطلت عن يوم يا جماعة خل السماء تنطبق على الأرض أبدا أرسل إليهم جبريل ليقتلعهم كما اقتلع كرة قوم لوط ما حصلش أمر الأرض أن تنخسب به مش بأرضه ما حصلش وما لحصل إيه أرسل أصلت عليهم النغف إيه النغف ده؟ دود بيكون في أنف الإبل فيخش من أنف كل واحد من يأجوغ ومأجوغ ودي قابلتين كبار جدا من الترك ويخش في الأنف ويطلع على المخ ويبتدي يعبث في المخ فيبتدي يجنن ويبتدي يخبطه ببعض الحد دم ما وقعوا جميعا فرسانتنا كموت رجل واحد كلهم مات والحديث لو مصري فيخرج واحد سيدنا عيسى عليه السلام يقول من يخرج وهو رفيق في الجنة يأتينا بخبر قوم فيروح فيقول له ده ماتوا جميعا فياد عيسى عليه السلام أن يطهر الأرض من زهامهم ونتانهم فيرسل الله عز وجل طيرا في حجم الجمال طير في حجم الجمال تأخذهم وتلقيهم في البحار ثم يرسلوا مطرا فتجعل الأرض كالزلفة كالمرآة وينظفها ودي كتنهاية أجوج ومأجوج وزي قوم عاد قوم عاد اللي أم كانوا بيخشوا على الجبل يا جماعة يفحطوا بصوابعهم في الجبل يعملوا بيت في الجبل أو ياخد حجارة من الجبل ويبنيها في أي مكان ترقى لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرغم ذات الأماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كانوا قمة في التجبر والقوة درجة الباحث فيهم كان لما يبقى لكي في فرص لما يعوز يوقفه عارف يعمل ايه يحط الرجل في الأرض اللي احنا بنتنفسه ده ربنا أمر الملك بتاع الريح يسرع ريح فبدأت تخدهم ايه ينزلوا كأنهم أعجاز ونخل منقعر تغشي الريح من الفم وتخرج من الضبر تخرج كل المعدة والأمعاء والقلب وكل شيء وينزل ويشدخ رأسه يبقى برأسه في حتة وجسمه في حتة سبحانه الملك من القادر على كل هذا أإلههم مع الله لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى يبقى ايه يبقى يا أيها الملو قفتوني في رؤياي إن كنتم درؤيا تعبرون قالوا أضغاف وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين إيه اللي حصل هنا في الوقت اللي يا جماعة اللي حصل هنا إن ربنا سبحانه وتعالى بقى يسر إن الراجل اللي هو ساق الملك اللي سيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف يعني فلبث في السجن بضعة سنين بضعة سنين يعني دي يعني من ثلاثة لتسعة يعني يوسفuh علي السنين قعد في السجن حوالي قعد في السجن حوالي تسعة سنين تتخيل فالراجل ده فجأة كده قعد يفتكر أنا كان فيه واحد أيوة سنة واحدة قعد يفتكر قانفيه واحد أول رؤيا فين قبلته فين فين قعد يفتكر ويعني فبز أيوة يوسف اللي كان معايا في السجن من سنين طويلة شو بده وليس لك إيه شو بقى الآية بتقول إيه وقال الذي نجى منهما اللي هو الصاقي كان الصاقي هو الخباز الخبازي تصلب والصاقي هو الذي نجى وقال الذي نجى منهما وذكر بعد أمة يعني وذكر يعني تذكر طب ليه ما قالش هو تذكر أصل التذكر دي يبقى بسهولة إنما وذكر يعني تذكر بصعوبة شديدة جدا جدا لبعد الوقت الزمني الله أنا أنبئكم بتأويني الله تم تقول للملك ده فيه واحد اسمه يوسف عليه السلام موجود في السجن الفلاني وده بيأول الرؤى عشر على عشر يا تبعط له يا تروح له لا 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 هو قال لأ في أرسله ليه أصله عايز يثبت ونقه للملك هو في نفس الوقت هو واجل أرزقي عايز يروح يقول لي يوسف على الرؤية فييوسف يقول له التأويل بتاعها فيرجع للملك يقول له أنا اللي جبت لك الخبر عايز الحلاوة انت أخب لك يعني في الموضوع طبعا ده يعني راجل يعني ما شاء الله علي فإيه فألف أرسلون طب وأرسلون دي تدول على إيه كمان تدول على إن السجن كان بعيد قوي وإلا لو كان قريب كان قال مثلا إيه طب اندهون صح الله لكن ألف أرسلون معناها إن السجن كانت بعيدة وكانت في الصحرة فقال إيه فألف أرسلون طب نسأل سؤال صغير هو كانت مشكلة يوسف عليه السلام كلها كانت تتحلف إيه ده كان حلها بسيط قوي عارف إيه امرأة العزيز تيجي وتحترفي يا جماعة أنا اللي رودته دخلتوا السجن إليه طلعوه صح كده المشكلة تحلت كده طب ممكن تتحلت زيه كمان إن العزيز نفسه عزيز مصر اللي هو زوجها يقول يا جماعة زوجتي هي اللي خاطئة وأنا اللي بشهت على كده وأنا عارف إن هي اللي رودته أي نعم ما حصلش ما بينهم أي حاجة غلط لكن هي اللي رودته يا جماعة الرجل ده يطلع من السجن وحرهم لكن ما حصلش إلا ده ولا ده وربنا هيجيبها له هيجيبها ليوسف عليه السلام من حيث لا يحتسب بتقرأ في الكرآن قول المولى عز جل ويرزقه من حيث لا يحتسب طب ليه طب مايرزقه من حيث لا يحتسب قالك لأ علشان الرزق لما يجي من حيث لا تحتسب دي فرحته حضرتك موظف بتاخد ألف جنيه في الشهر وبعدين فجأة رايح عشان تقبط وكان عليك مشكلة كده ومحتاج فلوس والألف جنيه مش يقضه فجأة ليتهم بلدك يا فلان ساني واحدة تعالى ده حضرتك ليك مرتب بألف جنيه وفي علاوة اتصرفت لك ألف جنيه فرحتك بالألف جنيه العلاوة أعظم مليون مرة من فرحتك بالألف جنيه المرتب ليه لأنه جاي إيه من حيث لا تحتسب فهي مشكلة يوسف عليه السلام هتتحل بالمنظر ده مين اللي خلى الصاقي يشوف الرؤية ويخش السجن مع يوسف الله ومين اللي خلى الملك يشوف الرؤية بعد كده وهم يعجزوا عن أنهم يقولوه الله ومين اللي خلى الرجل ده يتذكر يوسف عليه السلام بعد العمر الطويل ده كله هو الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس ليعلمون وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون حلو كده على طول في ساعتها شوف السياق القرآن ينتقل ليه بقى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف وأيها الصديقة فيما بينهم طبعا مسافة كبيرة جدا طبعا ده بقى لو إيه لو أنت بتعمل مشاهد تصوريا نخبر بالك تقوم جايبه بقى وهو لسه رايح يركب المواصلة ولا يركب الجمل ولا يركب الناقة وقال ما بقى بيزبط الزاد بتاعه وقال ما بيودع العيال وبعدين بيوصيهم وبعدين بيقولوهم يدعووا لي بقى أن أنا لقيه ومش عارفوا إيه وماشي في الطريق وشوية نايم ويستريع وشوية طلع عليه أسد وبعدين راح قاتل الأسد وبعدين راح مش عارف عامل إيه الحبكة بقى التصورية اللي بيعملوها ديت لحد ده ما وصل بقى وإيه بيقولك ده أنا عديت على كم فيه كان هيكلوني وكم أسد كان هيأتروني ومش عارفوا إيه وقفها طلعت على الحصول يعني حد ده ما وصل لغالك كل دوت وقرب لك كل المسافات ديت بكلمة إيه فأرسلون يوسف وإيه الصديق خلص فجأة بقى قدام يوسف عليه السلام يوسف وإيه الصديق أفتنى في وطب هي هنا قال أفتنى انت أخذ ذلك طب ارجع معايا بالذاكرة كده أخويا وحبيب أنا أقول لك عايزك وإنت بتسمع مني تفسير سورة يوسف عايزك كده تصحصح معايا وتحس كده بكل معنى وبقلبك وجوارحك تحس قد إيه المعاني الجميلة والدروس والعظة والعباء والعظات والعبر اللي احنا بنستفدها من سورة يوسف هو إيه قال له إيه قال له أفتنى الله طب لما كان معايا في السجن ما قال لهش أفتنى قال له نبئنا بتأويله إن مراكة من المحصنين صح ألا يا جماعة أنا عايزكو ورضو تربط الحاضر بالماضي يعني عايزكو إيه طول ما إحنا ماشيين في السورة نفتكري اللي فات واللي جاي طيب هناك قال نبئنا بتأويله نبئنا ليه قصده كان لسه أول مرة يعرفه يوسف عليه السلام ما كانوش يعرفه هل عنده قدر على تأويل الرؤى ولا عنده ما عرفوش عنده ولا ما عرفوش وما عرفوش هل هو فعلا إنسان صالح ولا يعني متام في قضية شرف يبقى إنسان مثلا مش عارفين لسه فلما عرفوا إن هو رجل نبي ورجل صالح ورجل من المحصنين وعنده شيء من علم الغيب ربنا أطلع عليه وعنده علم تأويل الرؤى عرفنه عالم ونبي فعشان كده هنا ما قالوش نبئنا قالو إيه قالو أفتنى ومقام الإفتاء أعظم من مقام الإنباء وواضح يا جماعة صلوا على الحبيب صلوا على السلام يوسف وإياه الصديق وإياه الصديق بقى ديت إيه لأنه فعلا أوله الرؤى وطلع صديق فيها فسماء صديق مبالغة في الصدق طب من تالي جماعة سمي بالصديق بعد يوسف عليه السلام أبو بكر صديق هو الوحيد الذي سمي بالصديق ويقول عليه ابن أبي طالب ونزل اسم الصديق من عند الله جل وعلا في ليلة الإسراء والمعراج يعني سيدنا محمد عليه السلام بيقول جبريل عليه السلام قال إن قوم لا يصدقون فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق فنزل اسم الصديق من فوق سبع سموات والذي سماه بذلك هو الله سبحانه وتعالى يوسف أيها الصديق أفتنى في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعليهم يعلمون لمح حله أهو أهو جميل أو لذيذة وعايزين نعيش معها كده ونتمتع بيها دلوقتي وإحنا بنسمعه هو الراجل ده قال له إيه قال له أفتنى في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ورح قيل له نفس الكلام اللي قاله الملك ارجع معاه للي قاله الملك هتلاقي نفس الكلام لذات حرف ولا نقص حرف صح كده مش الملك قال نفس الكلام صح كده هو نفس الكلام لأهو وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سمبلات خضر واخر يابسات الراجل راح قال له نفس الكلام ده دليل على إيه دقة النقل الأمانة الأمانة يا جماعة إنك لما تسمع كلمة أخي وحبيبي تروح تنقلها ده زي كنت مطلوب منك نكتلقلها مش تروح تنقلها بين الناس لا ده أنا بقول لو كان مطلوب منك إنك تنقل الكلمة دي انقلها بدقة والله يا أخواني حرف بيفرق بيولع بين الناس وكلمة بتفرق ونظرة بتفرق وابتسامة بتفرق ممكن تروح تقول لواحد واحد يقول لك والله ده فلان ده ما شاء الله متفوق أسأل الله أنه يبارك فيه فتروح تقول لواحد نفسه تقول ده فلان بقول عليك إيه ده فلان ده متفوق يخب بالك شوف أنت عملت مش قلت نفس الكلام بس خلت معها إشارة الإشارة دي تأييزا بالله أفسدت بين الاتنين بسبب أن أنت أضفت حاجة أخوه وحبيب اتق ربنا وأخت الفاضلة اتق ربنا لما نجي هين الكلام ننقله بنفس الضقة وبنفس الحروف وبنفس الكافية التي نخلت إلينا يبقى إيه فقال له فقال له يعني وسبحان الله يعني شوف الضقة ضقة عجيبة جدا في الأخو الكلام قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون اللي بين الكلام غير دقيق واللي بيوقع بين الناس ربنا سمى إيه سمى فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقكم بنبئين فتبينوا اخذ بالك بقى صب سيدنا يوسف كان ممكن في الوقت دي يحمل إيه بقى اخذ بالك وركز معه في الحيطة ديت هو مش الراجل دوت الساقي دوت هو اللي نسي سيدنا يوسف ونسي يذكره للملك مش هو دا اللي كان سبب إن يوسف عليه السلام يفضل قعد في السجن تسع سنين حصل طب ليه يوسف عليه السلام استقبل الراجل دا كان ممكن أول ما يقول له دا فيه زيارة ساحاكم يقول له كده المسجون يقول له فيه زيارة مين جاي لزيارتي فلاني فلاني فأول ما قال له ساقي الملك جاي قبلك كان يقول له لو سمحته دا بالذات ما يخش علي دا راجل دا نسيني تسع سنين لحد ما عادت في السجن صح الله مش انت لو ما كانوا كنت تعمل كده وبين وبينك كان ممكن ناس كتير يتعمل كده بس مش يوسف ليه أعمل كده ويمكن تتلاحظ من خط الصورة من أول إلى آخر من الآلف ليه كل الصورة بتتكلم عن حاجة واحدة بس ثبات يوسف على المبدأ لا يتغير أبدا إخواته يرموه في البير لا يتغير الراجل الناس بعوه بعوه جاءت السرق وبعوه ما تغيرش عزيز مصر دخلوا السجن لم يتغير شوف كل ده ونسبة المدينة وأهل المدينة تما لقوا عليه ومرضوش يقول الحية وسبوه يخش السجن والرجل الصاخ نسي ورغم ذلك هو ثابت هو صاحب مبدأ هو صاحب دين لا يتغير أبدا لا يغيره الجفاء ولا المعاملة السيئة ولا أي حاجة خالص عليه الصلاة والسلام شو بقى اللي حصل بقى سبحان الملك فسيدنا يوسف كان ممكن يعاتب الرجل ده كان يقوله بقى أنت يسيبني تسع سنين في السجن وجاية تفتكرني النهاردة يوم ما كنت محتاج أن أنا أول لك رؤية للملك يا رجل اتق ربنا هو خلاص يعني الناس للدرجاء دي رخاص عندكم تسع سنين تسيبني في السجن ترضى أن أنا سيبك في السجن تسع سنين ده أنا أولت لك الرؤية وخدمتك وعملت لك مش كان ممكن يكون وده الحوار الطبيعي اللي كان ممكن يدور بين سيدنا يوسف وبين رجل ده ده الحوار الطبيعي لكن ميل حصل ما حصلش كده خالص اللي حصل أن سيدنا يوسف معقوص وترك المعاتبة من المرؤى إيه اللي حصل سيدنا يوسف بدأ على طول يا جماعة يؤول له رؤية الملك طب بناش ده كله طب قبل ما يأول رؤية الملك كم ممكن يقول إيه وده حقه طبعا والله حقه طب مش هقول لكم رؤية إلا ما اطلعوني من السجن يلي عملته فيه كذا وكذا وكذا حقه ولا مش حقه ده حقه والله العظيم يعني أي واحد فينا مكانه كان يعمل كده يعني يعني طبعا أول ما سمع الرؤية عرف عرف اللي حصل ومش عرف اللي حصله بس لأ وكمان فوق ده كله إيه وعند الحل مهم ممكن أنا أشوف رؤية الرؤية دي فيها مشكلة وإنت عارف تقولي رؤية بس بتعرفش حلها إيه صح الله لكن بقى اللي أجمل من ده كله إنت عارف تقويل الرؤية بتاعتي وكمان عندك الحل بتاع المشكلة دي واضح كده كان ممكن سير دنيس في اللوم إيه طب مش مش هقولوكو تقويل رؤية إلا ما اطلعوني من السجن فهيطلعو طبعا من السجن طب بلاش ده كله طب يعني مش هقولوكو تقويل رؤية ما دومتو إيه مش عايزين تطلعوني ماشي علاس برضو إيه حق طب لا هقولوكو ولا عايزكو تطلعوني من السجن يلا بقوا ايه وروحوا موتوا وخلاص وخلي البلد تخرب لنه عرف ان البلد هتخرب فعلا ومش هيه بس ده الشرق الأوسط كله هاخرب لكن مش وصف لعمل كده عليه السلام أبدا أنا هفضل في السجن وهقولوكو تقويل رؤية وهقولوكو حل مشكلة مش عشان الملك ولا عشان ساخ الملك أولا ابتغاء مرضات الله ثانيا عشان الشعوب ديت ملهاش زنب والناس ديت لازم تاكل وتشرب ولازم تعيش فانا لازم أساعدهم قالوهم تقويل رؤية الرؤية عبارة عن ايه جماعة تقويلها حاجة وحلها حاجة تانية تقويلها عبارة عن ايه ان هيجي سبع سنين جمال جدا جدا وهيفيد ماء النيل والدنيا هتبقى جميلة وهيزرعوا والدنيا هتتمري خير بعد السبع سنين دولت هيبقى فيه سبع سنين تانين الميل بقى مش هيبقى فيه مية ولا فيه حاجة ويحصل جفاف والأرض مش هتنبت الأرض مش هتنبت زرع والدنيا هتبقى صعبة وووو وكلان ده كله والناس مش هتلاقي خالص تاكل وبعد السبع سنين التانين وده مش واضح في الرؤية دي استنتجها سيدنا يوسف لان ايه لان رؤية بتقول ايه افتنى في سبع بقارات سمان لهم السبع سنين اللي هتكون فيهم خير خبالك يأكل هن سبع أجاف اللي هي السبع سنين اللي هتكون فيها جفاف وسبع سنبولات خضن واخر يابسات يبقى تذكر ايه سبع وسبع ما نذكرش بعد السبع دي ولا والسبع دي حاجة تاني خالص لكن سيدنا يوسف بفطرته وفلسطه وزكاؤه فهم ان ايه ان في سنة هتبقى جميلة جدا جدا وهتبدأ الخير ينتشر بعد السبع تانين لان لما يذكر بعد السبع الأجاف اي حاجة قال لك سبع سمان سبع سنين خصب خصبة ورخاء وخير كبير قوي وبعدها سبع سنين هتبقى جدب وقحت وما فيش حرز طب طالما فيه سبع سنين جميلة وسبع سنين قحت وسكت يبقى اللي بعد كده ايه اللي بعد كده خير يعني ايه تتفير بكده بالعقل كده واخر بلا بدأ بقى يقول لهم الحل مش تقولي رؤية وبس لا والحل اسمع يوسف عليه السلام ماذا قال في الحل قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم أنا أوليك على طول بعدين أشرحها لك ثم يأتي من بعد ذلك سبع شذاد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون إيه بقى الموضوع بقى إن سيد نيوسف قال لهم تأويل الرؤية ديت وحلها في نفس الوقت إن هيجي سبع سنين اللي جايين دولت مباشرة سبع سنين النيل هيفيد والخير هيكتر والزرعة هيكتر والدنيا هيبقى مليانة خصبه ورخاءه وفلوس ودنيا وزرعه هتبقى جميلة أول مطلوب منكم إن انتوا تعملوا الآتي الشعب بيزرع وكان الشعب المصري كان المورد الأساسي ديه الزراعة وخبالك قال لهم هو شعب بيزرع آه لكن أنا عايز محتاج إن إحنا بقى نجند كل الطاقات الإنتاجية الموجودة في الشعب كله وعايزين الشعب كله يزرع يعني وخبالك يعني مثلا لو شعب المصري مثلا إيه 30% منه بيزرع أو لذيذة وماشاء الله ازرعوا على قد ما تقدروا اوعوا إن انتوا تكسلوا حلو كده قدي يا يوسف عليه السلام لمدة 7 سنون طب ناكل مزرع ده أكله طب نعمل إيه يعني نقطفه ونخزنه لا 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 اوعوا تخزنه في المخازن وما نعمل إيه فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون قالك ليه قالك لأن دي أعظم وأحسن سياسة تخزين في الكون ده كله إن الحب لما تسيبه في السنابل بتاعته يفضل سليم ولو سنين ولو حطته في المخازن خلال شهرين يا عفن تخيل والعلم الحديث يكتشف هذا فأنتوا هتعملوا إيه ازرعوا كتير كتير يعني كتير بكثرة لا تتخيلها ولما تعودوا تاكلوا خدوا على الأد وكلوا وسيبوا الباقي في السنابل هيجي بعد السبع سنين دي يا جماعة النيل هينزل والمي هتقل ومش هتلاقوا عشان تزرعوا يا دوب بس شوية ما يتكفيكه عشان تشربه هتعملوا في الوقت ده كلوا من اللي انتو زرعتوه في السبع سنين الخص بضية كلوا ولكن سيبوا برضو شوية تكون موجودة في المكان طب ويحصل إيه تاني لأ دي خلاف وان فاكرة في الحالة اللي جاية لإن الوقت خلص وإن شاء الله يعني نشوف السياسة الجميلة اللي عملها سيدني يوسف وتأويد الرؤى والحل الجميل دوت ربنا يباري فيه جميعا جزاكم الله خلال حصن الاستماع سبحانه الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام يا محنة الهرب السجن والكرب حفظ من الرب تحلو به الآلام تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف الأحلام هو يوسف الأحلام شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر شكرا